نروح بقى لترزيجي معنا أيضا ترزيجي بيعيش تقلق كبير جدا في الدورة التركية وبيحصل على لعب الشهر لعب شهر مارس في بشاك شهير التركي محمود حسن ترزيجي بيتقلق وبيقدم أداء واضح جدا كمان مع المنتخب كان في وظهر بشكل كويس يمكن ترزيجي من لعبة المكافحة كابتن هاني وبرضو دي حتة مهمة المحترف يعني ترزيجي كتير جدا من المحترفين لما بيطلع لحتة يعتقد أن هي أعلى وينزل لحتة أقل بتأثر عليه نفسيا وتلاقيه على طول راح راجع على مصر طبعا احنا ترزيجي بالنسبة لنا في النادي الآلي ولع قيمة طبعا نتمنى تواجده في أي وقت وبالعكس أنا على المستوى الشخصي بفضل ترزيجيكم موجود في النادي الآلي وأنا دايما بفكر في كده في حتة الأولوية للنادي الآلي ولكن على مستوى بقى هو كتجربته الخاصة كمحترف أنه يطلع أندرلخت وبعد كده تحصل ظروف فياخد في نادي أقل كتير جدا في الدوري البلجيكي ثم يروح لأنداء أقل ويبقى عنده المصابرة دي والإصرار ده وحتى بعد ما راح أستون فيلا يرجع تاني للدوري التركي مسهلة بس أنا مشوار ترزيجي أنا بصراحة ترزيجي تأخر جدا جدا في الوصول للتوب لليبلي لليل بريمير ليج على تقاضي فيه 3-4 سنين عدوا على ترزيجي كان المفروض على مستوى التسويق على مستوى الإيجنت نفسه ممكن ما يكونش كان عنده إيجنت أو الإصابة كمان لكن اللي عجبني جدا في الجزئية المهمة جدا أن بعد رجوع ترزيجي من الإصابة راح لتركيا ما عندهش أي مشكلة عشان يلعب أنا دلوقتي لا أنا يعني بعض اللعبات بتفكر يعني لا أنا أقعد في أستونريلا حتى احتياتي أو ألعب عشر ضاي أفضل ما روح تركيا لا التفكير ده تفكير يعني ضيق جدا حدوده ضيق جدا عجبني جدا أن ترزيجي لا خلاص هو راجع من إصابة ما عندهش فرص الاشتراك بشكل كبير وبالتالي بيروح تركيا بيقصر الدنيا والنهار ده خد يمكن لعب الشهر في تركيا وحاطت رجله بيلعب بشكل مستمر كل ده يعني اعتقاضي الشخصي يعني مكسب جدا وترزيجي من اللعبة المميزة جدا واللعبة اللي لسه عندها قدرات مخرجات السنة اللي يمكن اتعطلت شوية بالنسبة للرباط الصليبي ان شاء الله انا شايف ترزيجي عاد بقوة عاد بشكل اكتر من رائع كمان ان شاء الله يمكن عودته للبريمير ليج السنة اللي جايه كمان هتكون اضافة ليه لمنتخب مصر